اللي بيننا وبين أنا سيستطع أحلبت تسامة ولا أخليك لأنا ما يموضي أنا ارتحت لك وممكنني أطرد البخات حلوًا الضارة يا عمر يبسها فهد فهد يقول أن هناك مشكلة بينك وأنت السالفة واللي على رأسي بطحية هل ما عندك صوت؟ مارك كتافة يا عمر خمسير ريال يا عمر لا تحلف طيب، انت أكد من الشيطر بعدين أحلف ما في بطارية وأنا ما في وقت لا لا خلوهم أنفسي يسحفون بواحد ومتسابقين طيب إذا في أسعاف واحد ومتسابقين إسعاف إذا في أسعاف لعمر كنت تقول أنه إيه لك أنت بتقول يحبوني يحبوني يلا عجب علينا مبروك يا خالد الحصانة أصبر ما تكلم أبا أتكلم أتخلى يا عمر أنا أقول لك مبروك ولله يبارك فيك إيش في عيدة حين خلنا أنت أتكلم طيب عمر بينك مشكلة أنت وأناس باختصار أتكلم أو لا أتكلم في مشكلة بينك أنت وأناس أتوقع أنا أعلمك ليش تفضل أنا أمس يقلون قال أنت أبيات وأنا والله ما سمعت الأبيات اللي قالها في الكم في شروب لكنني سولفت مع أنت قرب المايك منك سولفت مع أنت قلت له يا ولد يقلون المقصد لنا أنا والله حتى فهد معي مدري أنه يقول أنه عمر المقصود قال لي على رأسه بطحة يحسس عليها وعمر بن السيد والله ما في رأسه هلا شنار ما نبع لا حولي بطحة ولا شيء وأتوقع إذا أنس عنده ردة فعل أو كلام مع عمر بن السيد يعرف أن عمر بن السيد ما هو بشاعر يقدر يكلم عمر راس برأس فأنا أقول إن كان يقصدني فأنا والله رجال المركز على عمري وما أشي في البرنامج أخل الكل لاني براعي مشاكل وأنا أبغى مشكلة مع أحد والذي يده يغتاظ يغتاظ العمرة وإذا الذي يده يرضى بيرضى بعمر أنا سعيد سعيد شراك عبد الله تعليقي أفاد عيان سعيد جلس في استبعادك الحمد لله يا ورد اليوم ترى يوم هذا ما هو بكويس اليوم خصم 500 عبد الله أحد بيسعيد أو لا أنا سعيد جدا للأمانة سعيد بيش أنا أعلمك سعيد أنه بدت المشاكل اللي قريها المسابقين تطلع للسطح وهذا يعطي برنامج حماس منقطع النظير باقي ابنة ظارب شكرا يا عمر وشكرا يا ناس المساعد باقي بس الفهري ابن خماش عنده مشكلة يجيبونه باقي ابنة ظارب إن شاء الله أصبرين يومين ثلاثة لا أنا ما توصل عمر لبيه شكرا شكرا لك العبو أنا عندي شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مبروكت صاحب الحصانة يجب أن أعطيه مساحته بالله عليك تترضى وفكنا منه والله ما نحتاج عندنا كلام أهم خالي أشكر الجمهور خلا عندك إذاoping ما عندك إذاك الاشياء يا خالد على عجالة ما عندك شي يا خالد ايش يكو مالك نفس تخل بمالك نفس اي أنا ماين نفس على عجالة يا خالد ما نضطر أن نتدخل منه الله يبيض وجيك فضل يا حسانة كذا لها أول شي الله يبيض وجي الجمهور والحمد لله على كل حال والله العظيم أني لم تتوقع 1% لكن الحمد لله والله يبيض وجه كل من دعم خالد وصوت الخالد وشكرا شكرا شكرا وبيض لله أني على حسن الضر خلاص خلاص وباسم الله خلاص خالد خالد طيب بس كذا تمشي تترك منصور يتكلم لو أنا صاحب القرار سنتعلم يا خالد أولا فأنت استهل الحصانة وتستهل الدعم اللي قدمه جمهورك والله يطول عمر وشي ثاني أمس كان لك فقرة رائعة جدا والأهلك وقدموا عشاء للمتسابقين الله يغنيهم استهلوا عليهم وتكلفتوا والله فالله يغنيكم تستهل الطيب والله يطول عمره يا خالد وجعله بالعافية هل الكيك اللي جبته أنت هو اللي ورّط فيصل الشهري؟ أذري الكيك هل الكيك اللي جبته أنت هو الكيك اللي ورّط فيصل الشهري؟ إيه؟ ما ودي ترى أمي بتشوفكم وبتدعي على اللي يا أخي جاوبني يا أخي نقول لكم أصدراني والله مدري أمك الله يمسيها بالخير وصباحها بالخير منها بتدعي؟ بتدعي هل هو أو لا؟ قل لي اي ولا؟ والله مدري والله أنا أطالب خصم على خادر الشمراني لأنه جاب الكيكة وخصم عليه بصد الشهري بس أنا بصراحة ما عندي وقت للأسف الشديد يا محمد نبغى أنس مساعد ويا أنس نبغى أنس محمد تفاعلك في الرياليتي رائع جدا إذا تفعت خلاص كلمة ورد غطاء ولكن يا محمد عندك يا محمد شخصية رائعة جدا أنت خاشها مدري ليش أبي أقول لك يا محمد قدام جمهورك الآن تفضل يا محمد تحرك ترى 32 يوم أنا أعرف أن عندك شيء ما قدمت أبشر بسعدك مره مره طال عمرك وكلامك جميل بالتوفيق يا محمد الله يسعدنا وياك الله يحييك ما عندي وقت يا أنس أبدا الشباب يقولون نختم لبيه الشباب يقولون نختم وما عندي وقت أبدا طيب أبشر فأنا أعرف يا أنس عندك حيل تروح تشتري ساعات وتتكلم قدام الكاميرا فأنت عندك صلاحية أنا ما أملكها هذه ليست حيل هذه طوال عمرك صلاحيات مسموحة لنا ومقرة وأنا أستخدمها أما الحيل أستخدمها غيري لا لا الحيل يستخدمونها الدهاء وهذه علامة ذكاء وأنت شاعر تفهم الكلام هذا كويس الله يسعي الكلاك نعم وكل طريقة كل طريقة وسموها العرب قديما الحيل يعني الطريقة نعم لكني لست لعني حاجتها فإذا كلمتي الحيل ما تناسبت مع فهمك يا أنس فأنا أسحبها أقول آسف لست في حاجة الحيل أنا الآن لست في حاجة الحيل لأن في البرنامج مثل كشرواك أنا اللي بقولها طوال الله عمرك شوف يا أنس أنس الله أعطيك العافية عن موضوع عمر ما عندي وقت أبشر أبشر أحتاج أختم أنا أتسك مكم سلام عليك الله يحفظ أنا كان بوضح لكن سلام عليكم مشاهدين الكرام شكرا لمتابعتكم أحلى ختم لحلقة زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي